شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي السيد أندري أرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني ومعالي السيد ديمتري كوليبة وزير خارجية أوكرانيا عبر الاتصال المرئي فيما ترأس الجانب الخليجي صاحب السمو والأمير فيصل بن فرحانة لسعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر الأمانة العامة بالرياض وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وأوكرانيا وسبل تعزيزها بموجب مذكرة تفاهم الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2017 هذا إلى جانب مناقشة القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والجهود التي تبدل لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية وقد أكد المجلس الوزاري أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية قائم على مبادئ القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها معبرا عن دعمه لجهود الوساطة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات ومساندته للجهود الرامية إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة منوها في الوقت ذاته إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية الخالجية المقدمة لأوكرانيا اشتركوا في القناة